يعطيكم ألف عافية أحلى متابعين وصفتي لليوم كبسة رح أعمل معكم أطيب كبسة سريعة بطريقة سهلة وطعم جدا شحي لازم تجربوا الكبسة على طريقتي جد بتشحي نزلت هون حبة كبيرة من البصل معلقة صغيرة من الثام المهروس معلقتين كبار من معجون الطماطم وحبة كبيرة من البندورة لبهارات الصحيحة رح أستخدمها لومي كرفا عيدان ورق الغار هيل وكبش كرونفول لبهارات المطحونة معلقة كبيرة من بهارات الكبسة وأكيد ما ننسى الملح والفلفل الأسود بننزل الدجاج بقلبه أكثر من مرة حتى يشرب عندي كل النكهة بنزل هون المي السخنة ونزلت كمان الفلفل الحار اختياري وسبياتي نكهة كثير طيبة بترك الدجاج حتى يستوي للأرس هون رح أستخدم أرس تايقر بسمتي نكهته كثير طيبة وبيشرب عندي كل النكهة هون رح أستخدم ثلاث كاسات غسلتهم نقاتهم مدة نص ساعة وهون طلعت الدجاج بعد ما استوى ماء يدهنته بمعلقة صغيرة من معجون الطماطم والزيت النباتي ورح أدخله تحت الشواية مرق الدجاج هون رح أزيد عليه المي السخنة عدلت هون باللومي ببهارات الكبسة وأكيد الملح بنزل الأرس طبعا بعد ما صفيته تماما من المي بتركه على نارة عالية في البداية وأول ما تنزل عندي هون المي عن الوجه بوط الغاز وبتركه عندي هون حتى يتهدى طبعا ما شاء الله ما أحلى الريحة شوفوا حبات الروز ما أحلاها قدمته وألف سحا وعافية زربوا الوصفة وأعطوني رجل